العنوان الرئيسي اليوم منتخب مصر الأولمبي مش لاقي لعيبة يضمها للأولمبيات تاني الخبر الرئيسي اليوم منتخب مصر الأولمبي مش لاقي لعيبة يضمها للأولمبيات بالزمة مش المفروض كلنا كلنا دي وقصد بيها كلنا نبقى مكسوفين يعني بص كل الخلل الخلل اللي موجود في منظومة الكرة في مصر ما ينفعش أبدا أبدا يدينا نتيجة إن في الآخر منتخب مصر الأولمبي مش لاقي لعيبة يضمها في الأولمبيات مهما كان الخلل اللي احنا كلنا معترفين به مهما كان الخلل تعالى أقول لك التفاصيل الكاملة للأزمة دي وبعد كده هدردش معك شويتين بالمنطق يلا بنا يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو حتى 10 أغسطس 2024 ويحق للمنتخب الأولمبي اختيار 3 لعبين كبار للانضمام إلى قائمة أو قائمة المشاركة في الأولمبيات إلا أن المدير الفني لفرعنا روجيرو ميكالي واجه أزمة كبيرة في اختيار هذا السلاسي وغيره يعني شرارة الأزمة بدأت منذ أن رفضت أندية ليفربول وترابزونسبول وانتراكت فرانكفورت ترك السلاسي محمد صلاح وتريزيجي وعمر مرموش على الترتيب للمنتخب الأولمبي بالإضافة إلى صعوب التواجد مصطفى محمد مهاجم نانت بسبب الإصابة الجائز الفني للمنتخب اتجه بدوره إلى الوقرة القطري من أجل الاستعانة بخدمات حمد فتح لتدعيم خط الوسط لكن إدارة النادي القطري رفضت تفريط في اللاعب ثم تواجه ميكالي بعد ذلك إلى محمد النني من أجل ضمه ضمن اللاعبين الكبار فوق السن كما كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي بحل أزمة اللاعبين الثلاثة الكبار بالمناسبة أحمد حجازي كمان اتحاد جد رفض نجير وميكالي كان يفكر في ضم حارس مارفن القائمة من السنائي محمد الشناو مصطفى الشبير حارساء الأهلي إلا أنه تراجع عن هذا الأمر وطلب ضم السلاسي محمد عبد المنم وإمام عشور وياسر إبراهيم أو أي منهم إلا أن الأهلي رفض هذا الأمر وقبلغ اتحاد الكرة بالرفض لكنه وافق على ترك السلاسي الذين يلعبون مع المنتخب الأولمبي تحت السن أحمد نبي الكوك وحمز علاء وكريم الدبيس نادي ببراميدز أيضا رفض ترك اللاعب مصطفى فتحي خاصة في ظل صراعه مع الأهلي على لقب الدولي خصوصا وأنه يضم بين صفوفه أيضا اتنين من عناصر أسال المنتخب الأولمبي وهما إبراهيم عادل ومحمود صبر هذا في الوقت الذي سمح فيه الزمالك بانضمام سلاسي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزاد كمال إلى صفوف الفرعنة بجانب أحمد مصطفى زيزو الذي يختاروا الميكالي للتواجد في القائمة فوق السن كمان من المقرر أن تضم القائمة 18 لعبا يشتر التواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لعبين فوق السن ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لعبين احتياطيين لاستبدالهم حل إصابة أي لعب من المفترض إرسال القائمة قبل السنة 10 صباح الخميس يعني قبل ما خش على هوا كان المفروض القائمة تكون اتبعتت وأكيد اتبعتت قبل ما خش على الهوا حتى هذه اللحظة لم يعلن أحد قائمة منتخب للأولمبي في الأولمبيات المفروض خلاص اتبعت حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها رسميا طيب ترجمة نانسي قنقر